اشتركوا في القناة رسالة ومن حقنا كمجتمع مدني ومن حقنا كمواطنين أننا نوجه نصح السيد المسؤول والذي هو مسؤول على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة اليوم ورهما مصيفتنا شي واحد من الخصوم ديالك وإنما مصيفتنا الناس البوفرية الناس الفقارة الناس المعدومين والمعدمين والمقهورين والمسحوقين وعلى رأسهم السيكوريتي العساسة واللي على الشكلة ديالهم ما عندناش انتيباء سياسي ما عندناش انتيباء نقابي أو حزبي وإنما أنا كنمثل هنا جمعية الاتحاد الوطني لحر رسم خاص المغريب بصفتي الرئيس ديالها الوضعية اليوم في المغريب وضعية حساسة ووضعية مخجلة ووضعية خطيرة للغاية ولاش كنقول خاطرة للغاية علاقة بلاش باب الحوار التد وباب النقاش التد وكما كيقول المثل أو الحكمة الضغط يولد الانفجار فما كانش مع من كانت تحاورو ما كانش آدان ساغية من اللي كشي واحد كينتاقد وما كينتاقد بحرقة كيتم الالتهام دياله أنه هو موالي للخصوم ونحن بحل اللعبين ندير بهنا فريق ضد الآخر مع أن هذا الامر هذا وهو كيهم المغريب سفينة المغريب سي عز أخنوش نصيحة لك ونصيحة كنعرفوك كشخص يعني إنسان طيب إنسان ولد الناس صراحة يعني نفرقو ما بين المسؤول والشخص فسي عز أخنوش إنسان طيب ولد الناس والجود وبلد الكرم لكن في باب السياسة مع كامل أسف راه نقولها لك ونعود أكدها لك راه لا علاقة لك سيدي بالسياسة وما شي غير أنت رحت الخصم ديالك اللي كتحسابك عند الناس مصيحة من طرفك بحل البنكير أنت ورح تقول لعلاقة له بالسياسة عباش كونوا واضحين لأن السياسي كيكون عنده تدبير وكتكون عنده خطة وكتكون عنده أسلوب من اللي كيبغي يخاطب الشعب أو كيبغي خاطب المواطنين فمن اللي كنشوفه في فيديو واحد المتضرر كشاب عنده إجازة وشواهد كيخاطب رئيس حكومة وكيقول له يرحل بتعبير ديالو فمن اللي كيجوب ورئيس حكومة يقول له سلم على اللي مصيفتك هدي ما كتدقلش ماذا كونه مصيفته وشكونه مصيفتنا اليوم مصيفتنا الغلاء ديال المعيشة مصيفتنا الغلاء ديال القفة مصيفتنا الزيادة في الأسعار مصيفتنا ملفات عالقة ما كانش لحل ديالها وعلى رأسهم رأس ملف حراس الأمن الخاص المغرب مدرط بد抱تك utilisوه وكتجاهله بحكم أنهر عالقة حاجة لا رأي حاجة هא�het secreiyty رأوا ہوا ما اللي حاضين لكم الدور ديالكم وما اللي حاضين لكم المشاريع ديالكم وما اللي حاضين لكم المقرات ديالكم ولكن هاتي secreiyty رأوا Kazakhstan تعرفوه تحت من عتبط الفقر وما اللي تالى مثلا لهم الفائضة معينة او استفادة كتستثنيهم ما كانتadımش عليهم وكأنكم عصابرين أنهم طبقاً توسطى وهم قلم الفقارة بحكم أنهم تقولون أنهم لديهم نساس أو لديهم كدا وما عندهم موالوا من هذا الشيء لأن الأغلب ديالهم لا يشتلح لأدنى الأجور وهذه الناس دوء عبر رسائل ديالهم المتتالية لجمعية ديالنا يقول لك أننا ميتون بالجوع مع الدمن وكل ولداتنا ما الذي يشد ألف وخمسمائة درهم أو ألفين درهم أو تل ألفين وخمسمائة درهم وحتى تلت ألف درهم وإنه أغلبيتهم لا يشدوهش ما هذا سيقدر يعيش أولاده يخلص الماء الكرة الضو المواصلات ما هذا يقدر يعيش بهذا الوبلغ المعين وكيدرب 12 ساعة وكيدخلص في نية السوية إذن هنا هو التدبير الحكومي هنا فيه هو التخضيط لهذه الناس سواء الحراس الأمن الخاص سواء الناس الذين يطوياج أو النظافة والشكلة ديالهم هالناس الذين يدروا البستانة أو غيرها وهذا رأى عدد كبير ديالهم إذا ما هناك السواد الأعظم هم الذين يشكلوا القاعدة ديال المجتمع أو الأرضية ديال المجتمع وكتشوفوهم كل هنهار وكتتعاملوا معهم كل هنهار هالناس رضيعين وكيموتوا بصمت فملك ينتاقد شي واحد رئيس حكومة شكل مسافتك وكأننا نحن رأى اللي ينتاقد مثلا الحزب ديالكم رأى هو مع الحزب الموالي أو اللي ينتاقد الحزب الموالي رأى مع الحزب ديالكم وهذا رأى هوراء على التموليكيني في المغرب على هالمغرب في غير عدلة وثنمية وحزب الأحرار صافي إذا نتاقد مثلا واحد مواطن العدلة وثنمية رأى من تابع الحمامة وإذا نتاقد شي واحد الحمامة رأى من تابع القنديل ولا البلانبا ولا ما عشنا وهذاك رأى ما كينش اللي يخرج على المغرب قد الناس اللي كيتزعموا السياسة هما ماشي سياسيين وما عنهم بتعالقة بالسياسة وما عارف انت حاجة بالسياسة سي اخ النوش انت رجل ديال تجارة ديال الاستثمار فتح لك الله ببن الخير الله يزيدك ولكن كسياسي أو كمسيير للشأن السياسي لا علاقة لك بالسياسة وهذا كيفان من خلال تصريحات ديالك السيفزازية والتعنوت حتى هو اللي مرفوض انك تتعالي على المواطنين انك تضرب بأسلوب المواطني بحلقك هذا غير مسموح به بالمرة لان المواطن اللي حتى تكتمه واخد تكون ملياردين واخد تكون شغلك هذك ولكن كيبقى انك تضرب على المواطن باحترام لانه مواطن هذك عنده كينونة عنده احترام والاحترام مفروض في الدرس الدستور تعلم المملكة المغربية فاغنذكر كتنتا في الاخير دياله الفيديو بوحد خطاب ديال صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني اللي مغاي وصل لي حتى شي واحد في التاريخ الحالي في الحلكة السياسية دياله او في القوات الشخصية دياله او في المهابات الحضور دياله وكيفاش كان كيخاطب المغاربة لانا داك كان جلل المغاربة انا داك كيعانيه من الجهل والامية عكس اليوم لان الحمد لله المغاربة كلهم قارن ووعين وبهد شي دياله اجهزة التواصل تلي ما قاريش ارى اقول لك هذا وكأنه هو دكتور جامعي بل هو اوعى من دكتور جامعي اليوم ما كم الاسف لانك نشوفه كما ذكرنا دكتور جامعي او النخبة المتقافة ضربة الطم وساكسة ومخلين صحاب الروتين اليومي هما اللي شادين المشعل فالسياسة كنصيحة لالجمعوي للمواطن اعتبره كما هو السياسة بعيدة عليك وراها جفدتك بزافة المشاكيل وبزافة المشاكيل ما زالت تشوفها جاية فكون بحل بنجلون اللي ما عمره ما ادخل المضمار السياسة وناجح في المشاريع ديالو وناجح في الجهاز البنكي ديالو وعنده كينونة وعنده مسائل ديالو فالسياسة ارى ما شيء بالضرورة تكون تاجير ولا تكون عندك صحاب شكارة السياسة كتبغي ذكر كتبغي فهم وكتبغي عقل وكتبغي تقافة وكتبغي وعي سياسي ونذكرك بالرئيس ديال البريزيل او البرازيل فالبداية ديالو كان سيرور كي سير السبابط وفي واحد الفترة انه اجعل البرازيل في المصاف ديال الدوال لي بخير وعلى خير وده بركة نشوفه وقيلة رأي 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 رجع الانتخابات ورأي نجح وقيلة فالسياسة لا علاقة لها بانك تكون ملياردير ولا غاني وانت ما عندك في الجعبة ديالو كنتم سيرين كاشي مستشارين لما عندهم تعالقتهم بالسياسة نهائيا وكانت عندي تجريبة مع فهذه الحزبة ديالكم وشفت شنو كيفاش كتدور الدهاليز وشفت الامور كينبك صاحبي والله لده شيء واحد وكانين معاكم ناس عندهم الدكتورة في القانون ولكن بوفريا والله لدهز واحد وعندهم استراتيجية ومخطاطات ولكن كيف قاعدة ما تحدث؟ بشكل طالع هذا الفلانة هذا الفلانة هذا عندهم دراسة حراتة وكذا وكذا وشهد شغط بشبيل الملاد فنحنا نذهب اليوم مع الحافة هي السياسة ديالتدبير الماء بسببكم المغربية جفاف حاد السياسات جاية من الفوق تاني كوارث كحلا فين غادي نبتشي وفين غادي نبتتع النوت وفين نبغينا نوصله وشنا نبغينا نبنيه مغريب قوي مغريب محتاج اليوم تكون لحمدية له هاب كديرا ليد فليد ولكن مشي واحد عيش واحد جنعان مسحوق وبغيتي يكون وطاني وبغيتي يدافع لك على الوطان وبغيتي يزدقلاطة ويدافع لك على الحدود وهذا راهو راء وهذا رادي 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 ما يتقبلوش العقل انت هين اللي القينونة ديالو ضربو فجيبوه ضربو فرزقوه ما كنتشي حاجة وبغيتي يقول لك انا كنتامي بوجداني لهذا الوطان ومجهلوا مقاري ما عارف موالو كيفاش علش كتقلب رأى الصعب حاجة هي الكائن البشري يكون دماغه خاوي ما فيه تشي حاجة هذا الكشكل اكثر من القنبلة الدرية لان اي واحد قد يضحك عليه واي واحد يعبء بافكار سودوية ويجعله انه يكون ضد البلاده وضد السيادة دي البلاده ف ما قدرتيش وما غيرتقدرش بطبيعة الحال خلي المكان الناس اللي قادرين عليه وما كنقصش بالنس المكان اللي قادرين عليه بحل امثال اسميته السيرد الى بن كيران ولا هيدوك الناس لا علاقة لهم بالسياسة ايضا وراتبان وما اللي كانت تشوف انسان كان فقير ولا لباس عليه كان ما عنده تسروال ولا بالطموبيلات ولا بالفيلات فهذا ماشي سياسي وانما انسان مستغل واشفناهم عدد دي الوجوه لا دعلي ذكر اسماء ما عراب بالكلاكيطات كانوا سروال دي ال 50 درهم ولا دي ال 60 درهم او دابا فجفيلات وطنوار وانسان ماشي وانسان ماشي وانسان ماشي وانا ادخلت سياسة تغنق وفي الاخير كي هادروا؟ بجيني باسم الدين ولا باسم حاجة لا سياسة العلاقة لها مسائل اديولوجيا دينية ولا غيرها لا سيدي انا انا عيشني سواء تكون هودي سواء تكون شيوعي سواء كما تكون ولكن اعطيني حقوق ديالي اما ما يتعلق بعلاقتي بربي فهدي بينه بين ربي ركين كتاب الله وسنة رسوله ولكن كمنظور سياسي ديرو كما بغيت ديرو ديرو علماني ديرو كما ولكن انا نعيش ولا دي عيشو ولقى السكان ولقى التطبيب ولقى التعليم ولقى العمال ما باش ادحك لي فقال الله وقال الرسول وانتاك تطلق هادي وتجوج هادي وانتاك تطلق المجوجة وتجوج بها وانتاك تقول الفاضاء ايح وكاده وتقول يدين لدينا اخويا هاداك شك يرجع لك انتاك كتي كتصلي لك انتاك كتي كتصوم لك انتاك ما كتيش كتصوم هاداك شي لك انتاك ولكن انا وريني سياسة ديالك اللي كتفيد العامة اللي كتفيد الشعب رح نواعين وعارفين شنو كين ما جيش يضحكوا على الناس في ذاك الخطابات ديالهم فالأخر كانت صدمونا سواء من المواد الغدائية او المعيشة دياله او المركوب دياله والغانيما كيخلصوا له وانحنا كنشوفوا ناس في البرلمان هربانين بالملايير ديال الدرائب وما بغنينش يعطيوها ومع ذلك نشوفوا في المسج السياسي اذا كيف هادا ناس محكومين عليهم قدائيا وفي البرلمان اش كي مثلو هادو كما انك لقوا في البرلمان لوبيات هادو كي مثلو المحامات هادو كي مثلو الفلاحات ديالهم هادو كي مثلو الاقتصاد ديالهم والبنوك هادو كي مثلو الشركات وشي البوفرية شكو اللي يمتلهم والفقارات شكو اللي يمتلهم شكو اللي يمتلهم ده بكت خلي الخصوم ديال الدول ديالنا انه كيتام ويقول كارال ماجعجية وكذا احنا اقول انك نعيشوها هذا بادخل السوق تلقى خاوي كل شيء مكوي فناصحة اللي مقادرش على زماع من الامر رمش بالوعود انت وصلتي ربما قلت فانك تطلع للقمة قلت فانك تستمر في القمة والله كون كنتي دير سياسة مزيانة راه المغاربة غير يشكرك وغير يذكرك انت بسياسة الخارجية مثلا اللي كنشوفها مثلا ديال السيد بوريطا او ديال السيد عمر هلال والناس انت ما كيشوفوا الناس ببساطة وكي يدعو معهم وكيشكروهم وكيقولوا مرفعتولينا الراس وبالفعل رفعي لنا الراس لأن هذا الناس لا يعظموا اليوم العجيبون ولانه لا يعظم علاقة بالسياسة الخارجية اي اذا من اللي كنتتخدم رغي يشكروك الناس من اللي ما تخدمش رغي يدموك الناس وعادي ما ترجعنش لنا سنوات الرصاص ول سنوات الدريس البصرية ولا اللي هادر نقمعه نعود لي التربية ولا هادر نجمد لي العضوية علاش بالسلامة فين غادين احنا بدشي المغرب بلاد الحريات المغرب بلاد الحق والقانون وخاصنا ندير الحق والقانون وفي مرة الشباب كين واعي وكينت الصمت هذا اللي كين كتشوفوه دابة في الشعب راح أداري هذا هو الصمت كجي مرة العاصفة والمغاربة ما تستهنوش بهم لأن العرق دي الساس والتاريخ دي النار يشهد ونخليك مع الخطاب دي صاحب الجلالة الملك حسن تاني طيب الله وتراه لعلك تفهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أردنا أن نعيش في السلم من المغاربة فأنا أعرفهم حق المعرفة وأفتخر بهم فليسوا أكباشا والله لو عالموا أنني أسيرهم كما يسير بعض القادات شعوبهم كالأكباش والله لما أطاعوني والله لو علموا أن شخصا أو هيئة سوف تسيطر عليهم والله والله لأخذوا أسلحتهم ولا اعتكفوا في المساجد ولا فروا إلى الجبال حتى يبقوا كما كان دائما شعبا حرا لا يريد أن يسير بل يريد أن يخير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله